مع المصري لكن خلينا نتكلم سريعا جدا في الأهلي النهاردة كانت كتب في أحد التقارير القطرية أنه نادي الوكرة بيقترب من ضم أحمد عبدالقادر جناح الفريق اللي واضح أنه خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني في المرحلة الحالية والوكرة طبعا هو الفريق اللي ضم حمدي فتحي في مطلع هذا الموسم تواصلنا احنا مع مسؤولين في الأهلي كانت الإجابة أنه لأ ما حصلش أي تواصل من نادي الوكرة القطري تواصلنا برضو مع مسؤول في نادي الوكرة فكانت الإجابة أنه لأ ما عندناش اهتمام حالي بأحمد عبدالقادر ده دي الردود الحالية قد يكون دي ردود حالية ومقصود بها أنه وفيش حاجة رسمية لكن الطرفان نفياه أن يكون فيه تواصل تم بخصوص انتقال عبدالقادر إلى فريق الوكرة لكن يبقى ده مجرد تعليق مننا أن كل شيء وارد في النهاية لأنه زي ما قلت لكم دايما أن الأمور قبل ما تبقى رسمية بيبقى فيه مفاوضات شفوية وفيه نقاشات هي اللي بتؤدي إلى الأمور الرسمية في النهاية معنا على التليفون أنها يبقى